لم يعد الحديث عن اللجوء للسلاح النووي في العمليات العسكرية الدائرة في أوكرانيا غريباً كلام لمدير وكالة المخابرات المركزية ويليام بيرنز تلت صريحات لنائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديمتري مدفيدف الذي ربط نشر موسكو للسلاح النووي في شمال أوروبا بانضمام دول جديدة إلى حلف شمال الأطلسي فكيف يبدو المشهد النووي في محيط أوكرانيا؟ لم يتأخر مدير وكالة المخابرات المركزية في الرد على موسكو إذ قال أن ما وصفه بانتكاسات روسيا العسكرية في أوكرانيا قد يدفع الجيش الروسي إلى استخدام سلاح نووي تكتيكي أو منخفض القوى بيرنز أكد أن الولايات المتحدة لم ترى أدلة عملية كثيرة على عملية نشر فعلية لهذه الأسلحة مركزا على رغبة الرئيس الأمريكي جو بايدن في تجنب حرب عالمية ثالثة وتجنب انتقال الصراع إلى المرحلة النووية نائب رئيس مجلس الأمن الروسي كان قد حذر من أن موسكو ستلجأ لنشر أسلحة نووية قرب دول البلطيق والدول الاسكندنافية في حال قررت فنلندا والسويد الانضمام إلى النيتو مضيفا أنه من الطبيعي تعزيز الأمن على الحدود الروسية واعتبر مدفيدف أنه في حال انضمام فنلندا والسويد سيصبح من غير الممكن الحديث عن وضع غير نووي في البلطيق لكن فرضية استخدام السلاح النووي تبقى حتى اللحظة مستبعدة وفق مراقبين فاستخدام روسيا لأي سلاح نووي يعني تلقائيا تدخل دول حلف شمال الأطلسي عسكريا في أوكرانيا وتاليا مواجهة مباشرة بين أكبر قوتين عسكريتين ونوويتين في العالم على أراضي أوكرانية